بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أعزائي طلاب الصف السابع وأهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس التعلم عن بعض لمادة الدراسات الاجتماعية ودرس اليوم بعنوان الجهود الدولية لمكافحة التلوث البيئي مراجعة وتدريبات الجزء الرابع عزيز الطالب درسنا فيما سبق عن الجهود الدولية لمكافحة التلوث البيئي وتعرفنا على العديد من الحقائق والمعلومات الهمة فهيا بنا لنراجع أبرز ما جاء من معلومات مهمة قبل البدء بحل أسئلة تدريبات الكتاب ومن أهم الموضوعات التي تناولها درس الجهود الدولية لمكافحة التلوث البيئي الجزء الأول تأثير التلوث على البيئة الجزء الثاني الجهود الدولية لمكافحة التلوث أما الجزء الثالث فكان عن جهود دولة قطر للحفاظ على البيئة أولا تأثير التلوث على البيئة درسنا فيما سبق أن للتلوث أضرارا كبيرة على البيئة منها على سبيل المثال رقم واحد تدهور الثروة المائية اثنان التغير المناخي ثلاثة للتلوث أيضا تأثيرا على تدهور التربة أربعة تآكل طبقة الأزون كما أن التلوث يؤجي إلى المضاعفات الصحية ستة وحدوث الضباب الدخاني ودرسنا أيضا الجهود الدولية لمكافحة التلوث فمنها الاتفاقيات الدولية في مجال البيئة مثل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والتوقيع على اتفاقية ماربول ثلاثة اتفاقية واشنطن أربعة اتفاقية فيينا ودرسنا أيضا اتفاقية بازل وبروتوكول كيوتو وأخيرا اتفاقية استوكولم واتفاق باريس ودرسنا أيضا من الجهود الدولية لمكافحة التلوث مثالا عن منظمة دولية تعني بالمحافظة على البيئة وهي جمعية الأمم المتحدة للبيئة وبالطبع هي التي تتبع منظمة الأمم المتحدة وعن أهم مهام هذه الجمعية جمعية الأمم المتحدة للبيئة رقم واحد وضع جدول الأعمال البيئية العالمية اثنان تعزيز التنمية البيئية المستدامة ثلاثة وضع الخطط للتحديات البيئية في العالم أربعة تحديد الأولويات للسياسة البيئية العالمية خمسة تطوير القانون البيئي الدولي وأخيرا توفير القيادة والشراقة في رعاية البيئة أما عن جهود دولة قطر في المحافظة على البيئة فقد درسنا من دمن جهود دولة قطر للحفاظ على البيئة سن القوانين والتشريعات للحفاظ على البيئة كذلك تنظيم صيد الحيوانات بأنواعها المختلفة ثلاثة إنشاء المحميات الطبيعية أربعة زيادة الرقعة الخضراء خمسة الاندمام للاتفاقيات الخاصة بحماية البيئة والتي ذكرناها من قبل وكذلك نشر تعزيز الوعي البيئي والآن عزيز الطالب نبدأ في حل التدريبات من الكتاب صفحة 110 و111 نفتح سويا الكتاب صفحة 110 ونجب عن السؤال الأول السؤال الأول وهو سؤال موضوعي اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل الآتية واحد المعاهدة التي تهدف للحد من إنتاج واستخدام الملوثات العضوية الثابتة ألف استكون باء بازل جيم باريس دال فين طبعا معاهدة تهدف للحد من إنتاج الملوثات العضوية هي معاهدة استكون اثنان هدفة اتفاقية فين الدولية البيئية عام 1985 إلى ألف حماية طبقة الأزون باء مكافحة تغير المناخ جيم منع التلوث من السفن دال الحد من انتشار الأسلحة النووية طبعا صحيح الإجابة وهي حماية طبقة الأزون ثلاثة خليط من الدخان والضباب يتكون فوق المدن هل هو ألف طبقة الأزون باء الضباب الدخاني جيم المطر الحامضي دال الأعاصير المدارية بالطبع الإجابة الضباب الدخاني والآن ننتقل إلى السؤال الثاني بنفس الصفحة صفحة 110 السؤال الثاني أذكر المعاهدات الدولية البيئية المتعلقة بالنواحي التالية سيتم تحديد بعض النواحي وتذكر المعاهدات التي تضمنت هذه النواحي رقم واحد الحفاظ على الأنواع البرية من الإنقراض ما المعاهدة التي تضمنت الحفاظ على الأنواع البرية من الإنقراض طبعا اتفاقية واشنطن اثنان منع تلوث الصفن المعاهدة التي تولت الاهتمام بمنع تلوث الصفن هي اتفاقية مربل ثلاثة معاهدة تضمنت التحكم في نقل النفايات الخطرة عبل الحدود وهي فعلا اتفاقية بازل والآن عزيزي الطالب حاول الإجابة على السؤال الثالث في صفحة 111 السؤال الثالث بما تفسر وجود الاتفاقيات الدولية بشأن البيئة يعني ما الغرض من وجود الاتفاقيات الدولية التي توقع بشأن البيئة طبعا الغرض منها الحفاظ على البيئة وتعريف الدول بالالتزامات المختلفة بشأن البيئة ننتقل إلى السؤال الرابع السؤال الرابع أجب على كل مما يلي واحد أذكر أمثلة للاتفاقيات الدولية في مجال البيئة عزيزي الطالب درسنا ثمان اتفاقيات وهي واحد معاعدة عدم انتشار الأسلحة النووية اثنان اتفاقية ماربول ثلاثة اتفاقية واشنطن أربعة اتفاقية فينة خمسة درسنا أيضا اتفاقية بازل ستة بروتوكول كيوتو سبعة اتفاقية استوكولم وأخيرا اتفاق باريس الجزء الثاني من السؤال عدت جهود دولة قطر لحماية البيئة نعلم ان دولة قطر تبذل جهودا للحفاظ على البيئة ومنها سن القوانين والتشريعات للحفاظ على البيئة اثنان زيادة الركع الخضراء وذلك لتقليل التلوث في الهواء ثلاثة تنظيم صيد الحيوانات اربعة انشاء المحميات الطبيعية خمسة الاندمام للاتفاقيات الخاصة بحماية البيئة وأخيرا ستة نشر الواعي البيئي ما زلنا عزيز الطالب مع السؤال الرابع والجزء الثالث وضح مهام جمعية الامم المتحدة للبيئة طبعا هذه المنظمة لها جهود ومهام في مجال الحفاظ على البيئة ومنها واحد وضع جدول الاعمال البيئية العالمي اثنان تعزيز التنمية البيئية المستدامة ثلاثة وضع الخطط للتحديات البيئية اربعة تحديد الاولويات للسياسة البيئية العالمية خمسة تطوير القانون البيئي الدولي وأخيرا رقم ستة توفير القيادة والشراكة في رعاية البيئة الجزء الرابع من السؤال ما تأثير التلوث على البيئة يتضح تأثير التلوث على البيئة في عدة نقاط منها درسناها واحد المضاعفات الصحية اثنان تدهور التربة ثلاثة تدهور الثروة المائية أربعة تآكل طبقة الأزون خمسة التغير المناخي وستة حدوث الضباب الدخاني وإلى هنا أعزائي الطلاب نكون قد انتهينا من درس اليوم وأذكركم عليكم الدخول على تطبيق Microsoft Teams وذلك للإجابة على سؤال درس اليوم خلال 24 ساعة كما يمكنكم التواصل مع المعلم للإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا